ملف كارثة البحر الميت أولاً خلينا نكرر التعزي لأهالي الضحايا الأطفال والحقيقة فطر قلوب كل الأردنيين في كل بيت أردني كان هناك ألم وبيت عزاء في الواقع لأهالي الضحايا الأطفال وربما بسبب نوعية الحادث المؤلمة جداً هؤلاء الأطفال الصغار موت هذا العدد منهم في هكذا حادث جعل المزاج العام حاد وبالتالي كل أداء الحكومة لم يكن مرضياً للرأي العام وإذا من نوجة نظر موضوعية الحكومة لم تخاطب الرأي العام ولم تعبر عن نفسها بالطريقة الملائمة للحدث يعني من بداية أول تصريحات اللي أخذت طابع تنصلي يعني لما هذا الوزير أو ذاك كل واحد يدي بعد المسؤولية عن نفسه ويلبس لجهة أخرى هذه الطريقة بحد ذاتها بغض النظر عن حجم الحقيقة فيها لم تكن أبداً طريقة ملائمة ثم تشكيل لجنة التحقيق وزارية والرأي العام يعني ينفر من هذه اللجان التي بالعادة هي وسيلة لتهريب الموضوع والتسويف حتى أخيراً تشكيل يعني خبر اليوم تشكيل لجنة وزارية مسؤولة عن ندارة الأزمات أيضاً رد فعل وضع العام الأزمة فرخت كثير من اللجان فرخت كثير الآن ست لجان في لجنة التحقيق نعم لجنة التحقيق الوزارية لجنة في وزارة التربية لجنة في وزارة المياه لجنة في وزارة التربية للتحقيق نعم للتحقيق أيضاً يعني ست لجان فهي نوع من ردات الفعل العاجزة حكوميا هلالشو كان ممكن تعمل حكومة شي مختلف ممكن نناقشه ولكن أنا بحاكم من وجهة نظر الرأي العام كيف نظره إلى أداء الحكومة خلال الفترة الماضية فبالتأكيد لم يكن أداءا مرضيا بكل الأحوال ربما الرأي العام قدر كثيرا وكان هناك تضامن شديد مع أداء الدفاع المدني الناس اللي اشتغلوا بالميدان ومع الحالات البطولية التطوعية اللي ظهرت وهذه ربما كانت التعزيل أكبر للناس بطول الشعبية نعم هؤلاء المتطوعين اللي قاموا وثنين منهم ضحوا بحياتهم وإثناء إنقاذ الأطفال يعني هؤلاء قاموا في دور جهاز نعم قاموا في دور يعني اختفى دور الجهاز جهاز دفاع المدني وظهر شخصان لا الأمان كمان هذا ظلم على نتائج بس يعني نحن نحك الجاهزية يعني كان واحد أنقذ ثلاثة رجل دفاع الأربعة أربعة أنقذ أربعة وبعدين تابع يعني الحمد لله ما الشاب اللي هو من الدفاع المدني الزيادة شو اسمه هو اللي هو من الدفاع المدني راح غطاس و استشهد وكان مجاز نعم لا الغطاس اللي استشهد آخر نعم يعني اثنين استشهدوا وآخرين كان دورهم مشهود زاهر العجالين زاهر العجالين نعم والدفاع المدني أدى دوره ولكن هناك تساؤلات حول الجاهزية للتعامل يعني ما شخناش أنه التجهيزات كانت على مستوى عالي